اشتركوا في القناة 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 بيقسموهم ازاي الباروتو ده هتطلع 20% ثم انديبلر هتطلع 70% والصابلينجو هتطلع 5% والبكة الجنافز هتطلع 5% الباقي هنتكلم بقى عن حجم الصلايفة والبيئتش بتاعتها وتكونها ايه عندنا البوليوم بتاع الصلايفة من 1000 إلى 1500 ملي يعني حوالي 1 لتر ده بالبيئتش بتاعتها ايه بتكون الكالاين الكلانة بتاعت الصلايفة دي بتكون مفيدة قوي للتيس والوسوفيكس هتقول لي ليه فهوالي في الوقت عندنا مثلا لما احنا بناكل في بواية اكل بتفضل في الفم فتيجي البكتيريا تشتغل عليها وتطلع منها لاكتك اسد تمام فاللاكتك اسد ده هيخلي الفم هيخلي البيئتش في الفم تبقى الاسدية بتاعتها عالية فكل ما الاسدية تزايد بيجي الكالسيم اللي موجود في الاسمان ده بيحب الوسط الاسد قوي وبيروح يدوب فيه فبالتالي الكالسيم اللي موجود في الاسمان هيدوه هيبواز الاسنات تمام فبالتالي لما تكون البيئتش بتاعت الصلايفة القرين فهتعادل للاسدية اللي هتحصل في الفم دي وبالتالي هتحافظ على الكالسيم اللي موجود في الاسنان ومش هيدوه تمام بتعمل فلما الاول ما الاول ما الاول ما الاول ما الاول ما نحس ان نسبة الاسد فيه زادت تمام فهيعمل دي السليفة السليفة جلان دنيا تطلع صلايفة كتيرة فالصلايفة دي هتنزل على الاول سوفيجوس وتعادل للاسد دي اللي زادت فيه اللي حصلت بسبب الجسر كايه اسد تمام فبالتالي تحافظ على الاول صافي وصو بيحصلش فيه اي التهاب ولا اي حق تمام فبقالي ان البيئتش بتاعت الصلايفة بقى بتكون ايه القلاب وبتكون ما بتوين سبعة لسبعة واربعة من عشر muutاشا اليه حواليا بتبقى فيه såبعين تمام ال اف fleecer cofoll salibe الذي عباره عن وتر فيه وطر اللي ساعة واضو الصفين فيه يعني اهت نوم اغلبها مية تمام بالخمسة و النص من عمشرة في المية اللي ما بابك بيبقى اعباره عن ايه واندي ديجستيف انزيم إذان فhow زي توفي اميلاز احنا قولنا اللي هو عبارة عن الثايلين انزيم قلنا عندنا زي مثلا له طاييلين قلنا احنا قلنا ان هو اللي هو ضو في الهضم انه بيمسك السطرش اللي هي موجودة في الفم بيدكسرها قحدي شاكرة vadيا بيذهبك والهضم يكتمل في الا fine ولكن عند طاييلين انزيم ما يقدرش في القابل يشتغل فالاستومات ليه لانه اول ما بيوصل الى الاستمك طبعا عارفين ان الاسدية بتاعة الاستمك عالية اوى تمام فبالتالي بيحصل له انهيبشن في الاستمك وما بيشتغلش تمام و بعد كده عندي كمان انزيم اسمه اللينجوان لايبيز انزيم وعندي كمان اا بيكون فيها بروتوليتك انزيم زي اللايزوزوم والصايصينيت والاميونو جولوبيولون ايه يبقى الارجينيك سبستانسز اللي عندي اللي موجودة فيه اتصالي فيه عبارة عن مايوسين ويه درجستيب انزيم ويه بروتوليتك ايه انزيم تمام وعندي بقى اني ارجينيك سبستانس اللي عبارة عن الاوينات اللي هو السوديوم والكلورايد ويه بتكون غنية بيه دي البوتاسيوم ويه البيكارب هنعرف هي اللي هاي باوزماتك كمان شوية بعد كده عندي بيقولي ان الميكانيزم بقى بتاعت عندي بيقولي ان هي عبارة عن اكتف بروسس يعني اكتف بروسس يعني نستهلك فيها طاقة بنستهلك فيها اي تي بي وبتخصل على مرحلتين تمام لاني عندي السيكريتنز لما بتفرز اول مرة بيرجع يحصل عليه تعديل مرة تاني فبالتالي بتخصل على مرحلتين اول حاجة الفرز السيتيج اللي عبارة عن اني الاصيناية عندي بتسيكريتن ايه اللي هو بيكون ايه بيحتوي على طايلين او ميوسين على حسب نوع الخلايا اللي عندي اللي موجودة في الاصيناي والحسب هيسيرس ولا ميوكس ويه بيكون الكنسنتريشنز بتاع الايونات جوه اللي هو السوديوم والسوديوم والبيكارب والكلوريد بيكون اقرائب اوي من تركيزها اللي موجودة في البلازمة وبالتالي السيكريتنز في الفرز السيتيجي بيكون عبره عن ايزوتونيك تمام لاني تركيز الايونات اللي موجودة فيه بيكون نفس ظبط تركيزها في بعد الكده بقى في المرحلة التانية عندي هيبدأ يحصل عليه تعديل هيحصل عليه تعديل ازاي ان عندي هيطلع هرمون اسمه الالدستيرون هرمون ده عايزين نعرف حاجة انه هو اول ما بيطلع هيقوم جاي شغال على السوديوم ويقوم جاي سحبه من السلايفا يرجعه للبلازمة تاني تمام يعني يعني يعلم له تمام والسوديوم لما يخرج يخرج وراء الكولوريد وكمان هيقوم جاي عامل عامل سكريشنز للبوتاسيوم من البلازمة يوديه للسلايفا تمام والبوتاسيوم لما يحصل له في السلايفا هيحصل كمان سكريشن للبيكارب تمام فبالتالي عندي المتحكم الاساسي في الاوزمولاريتي هو السوديوم والكلورايد مليش دعوة بالبوتاسيوم والبيكارب فمجرد ما السوديوم والكلورايد الاتنين خربوا من الصلايبة فبالتالي نسبتهم قلت فيها وزادت في البلازمة فبالتالي الصلايبة عندي هتبقى هايبو اوزموتيج هتقول لي ما السوديوم هتقول لي ما البوتاسيوم والبيكارب زاد هقول لك مليش دعوة بيهم انا لي دعوة ان المتحكم الاساسي في الاوزمولاريتي عندي هو السوديوم والكلوري بعد كده عندي نحن تتكلمنا بقى ان ازاي دلوقتي عندي الالدسترون هيشتغل على السيكريشن زي ويعمل فيها التعديل بتاعه هنقرأ بقى الكلام المكتوب عندنا بيقول لي انه وهو يا بقى السيكريشن زي ماشي في الضبط عشان تروح تروح لباكا الكابتي لعوني الكموزيشن بتاع البرامير السيكريشن زي حصله موديفيكيشن عن طريق هلمون اسمه الالدسترون هيرمون عندي ثلاثة ايونايه سوديوم هيحصل لهم ريقب زربوشعم وتنين اي اي ايين كالسوم وجون اي اي اي松EN هيحصل لهم scatteredEarthly وبعد كده احناله مجرد ما السوديوم خرج فالكلوريد هيمشي وراه القلوريد وكمان هيخرج pierерш Ohみ no demander وهم المتحكمين الاساسيين في الأوزماليتي مليش دعوة بالبوتاسيوم والبيكار تمام؟ فبالتالي عندي السليبر سكريشان ستبقى غنية بالإيه بالبوتاسيوم هيبقى تركزها فيها حوالي 30 في كل لتر وغنية بالبيكار بتركزها حوالي من 50 ل 70 كل لتر تمام؟ يعني حوالي 7 مرات تركزه في البلازمة ولكن التركيز السوديوم جوه السلايبة هيبقى أقل حوالي كم 15 مره تمام؟ ولكن قصدي تركيز السوديوم هيبقى حوالي 15 في السلايبة فبالتالي تركيزها يبقى حوالي 1 على 10 من تركيزه في البلازمة هذه هنا الرسمة بتوضح لي بردن زي بيحصل بتاعت السلايبة احنا قلنا المرحلة اللي قولي عندي أهي لما يحصل من الأسينوين تمام؟ بتكون هنا لسه السلايبة بتكون غنية بالإيه بالإن إي سي إل تمام؟ وليكن مجرد بقى ما هتعدي أهي في الضغط فهيبدأ السوديوم يخرج يروح للبلازمة ويوراه على طول يخرج الكلورايد وهيبدأ البيتاسي ميلي من البلازمة يتكون للصلايبة ووراه البايكارب تمام؟ فبالتالي البلازمة الصلايبة عندي هتبقى هايبو أزموتك وده من رحمة ربنا بين ان الصلايبة عندنا تكون هايبو أزموتك لإني دلوقتي لو كان عندي نسبة لإن إي سي إل اللي دي كانت عملية في الصلايبة فكنت طول الوقت هحس بتعم مالح في جوء دلوقتي مكنتش هستطعم أي يعني مكنتش هحس بتعم أي أكل أو أي حاجة كنت دايماً أحس فيه طعم مالح لكن من رحمة ربنا ان الصلايبة تبقى هايبو أزموتك فبالتالي أنا أقدر أحس بتعم طعم الأكل وأقدر أحس بتعم كل حاجة أين بيقولها أو أي حاجة بشرونها بعد كده هايكلمني عن بتاع الصلايبة بيتأثر بحاجتين بيتأثر بحاجتين بقولنا بالألدوسترون هرمون زي ما قلنا بالضبط الكلام بيدعاد تاني إن هو الألدوسترون هرمون هنا بيقولن بعض زيارة الألدوسترون سيكريشنز بيزود الغيب بتاع الـ ويزود الـ يعني بيزود الـ يعني بيزود الـ يعني بيزود الـ في نفس الوقت جميك البوتاسيوم تزيد ويدخل جوه ويرجع لي الصلايبة تمام؟ أزاصل إن ناسي الكونسي إن الصلايبة بيقل ممكن يوصل لحد زيرو والبوتاسيوم بيقوم هيزيد أكتر هيبقى حوالي 7 مرات تركيزها تركيزه في الـ في البلازمة بعد كده بتتأثر كمان بالـ بردية بتاع السليفري سيكريشنز اللي هو إن كريز الـ في السليفري سيكريشنز ما بيديش أي فرصة للعينوك موديفكيشن أوف الصلايبة يعني دلوقتي مثلا أنا ولا قاعد مثلا مش بيكون علايا حاجة يعني الصلايبة تلعب معضل طبيعي جدا فهتلوقتي بتطلعب بجوط قشوي فهيبقى عندي فرصة كافية إن يحصل الأيونوك موديفكيشن إن هو إزاي يعني يبدأ إن هو اللي صديم يخرج براحته بقى يروح للبلازمة والبيتوسيوم براحته جدا يعدي من البلازمة يدخل جوه لصلايبة مش بيكون العملية بطيئة لكن اللومة مثلا بيكون بيكون وكده فهلا محتاج كمية صلايبة كبيرة فطبعا السليبر السيكريشن عمالة السليبر الجناند عمالة تطلع كسير جدا فمش بتبقى ملاحقة إن يحصل أيونوك موديفكيشن يعني يكون موديفكيشن أو بيحصل بيحصل مش هنقوله نوع بيقى في خلص بيحصل بس بيقى بسرعة بسرعة فبالتالي مش هيحصل بنفس الكفاءة اللي كان بيحصل بها في وقت الراحة يعني في وقت ما الصليب وطلع براحته تمام فبالتالي بقالي إن كل ما زاد الرين مش هيبقى في فرصة كبيرة إن يحصل عيونيك إيه موديفكيشن للصليب أساس إن يحصل فبالتالي بتبقى نسبة الـ N-E-S الـ Concentration في الصليب بتبقى إيه بتبقى عالية ونسبة الـ K-H-C-O-S-T-R اللي هو البوتاسيوم بايكارب بتبقى إيه أولية تمام لأنه مش يلحق كمية البوتاسيوم مش هتلحق كمية كبيرة من البوتاسيوم تدخل جوه الصليب تمام ولا هيلحق كمية كبيرة من الصليب تخرج برا للصليب وتروح للبا لازمة فبالتالي هيفضل تركيز الصليب عالي وتركيز البوتاسيوم هيبقى أولاني عن الوضع الطبيعي بيحصل في حالات إيه في حالات لو هي تحت تأثير البرة أو في حالات أو في حالات أو في حالات الأسيديك فول تمام دولة هتكلم عن أهم حاجة عندنا هي الفنكشن بتاعت الصليب والسؤال دو طبعا لما بيجي ريتم بيبقى يعني ممكن نكتب الكلام ده بس اللي هي ليها تمام وكمان بتكيب الباكة الكافيت بتحفظ عليها رطبة هنشرح كل ده بعدين والميسون بالليبريكيت الفود وبتشتغل كالسوليبنت فور الفود ميليكيونز وأكتئاز وليها رول في والساليبري بفر والساليبري بفر اللي هي والميسون بيشتغلوا وكei قبفر تمام هنشرح كل الكلام عندي كيف تعمل اليبريكيشن وي أول حاجة عندي اليبريكيشن وي أئسترين كيف تعمل اليبريكيشن وميسن الياه بتساعد في الكلام لا بتعمل الابريكيشن وميسن للمو Judaism وبعدك قد الو اتكلم ريك الحج جايف شوية فهحس ان ايه مش هعرف اتكلم تمام يبقى الكلام بصعوبة شوية فبالتالي هي بتعمل مويس تنزل الماوس وبتقيدي الايه بتساعد في الكلام يعني وكمان بيكون فيها مويسين اا اللي هو بيعمل البريكيت الفود واسس يعني كمان المويسين لما بيختلط بالطعام وهو في الفم كده فهو بي ايه بيرطبه وبيخليه سهل في عملية الايه بيسهل عملية البلع ودسولف النيوترين تستو بي ابل تو استموليت التستبط هنعرف كمان شوية ان عن في ان عندي التستبط علشان تشتغل لازم يكون الاكل متفتت تمام فهي لما دلوقتي هي هتفتت الاكل والطريه تمام فبالتالي الاكل ده يروح على التستبط فيشغلها في دلوقتي ابدأ احس بتعمل ايه بتعمل اكل بعد كده ليها كمان حاجة اسمها البفرينج اكشن تمام البفرينج اكشن يعني بتعالي بيقولي ان الصلايبا دي بتكون غنية بالايه بالبايكارب والمويسين الابنين دولك بيكون فيهم ميكو بروتين ويعتبر امفوتري بيشتغل كبفر بيشتغل كبفر ازاي ان هي بتمنتين الاورال بي اتش بتاعتي حوالين السبع تمام يعني بتخليني البي اتش ده تكون ايه سبع دوس ان هي بتقلل بتقلل اللوس اوف الكالسيوم فروم اتيس انتو الاورال فالويت وده الكلام ده احنا شرحناه احنا قلنا ان هي بتحاغز على اني البي اتش جوه الفم ما تبقاش اسيديك تمام في بتالي هي بتبدأ لو مسلا الاسيدي تزاتت في الفم فهدا هيخلي الكالسيوم اللي job في الاسلان يدوب ويبغز في القرى البيتش بهذا الزوج لتوصل للاسيدي بتاعتها بديد بتزيد لتزيد السولابلتي بتاعت الكالشيوم وبالتالي بتخلي الكالسيوم يقلي من الأسلان تمام بتعمل دنتال كاريس وهي الممكن هي بتعادل البيتش بتاعت الكاريسين بتاعك العشان تحفظ على الأسلان وكمان تحت Live Astric Acidity عشان كده بتحمي اللور اصوفيجوس فيروم وفركس غيروذيس هي بتلوترالايز الاجستريك اسيديتي بتلوترالايز الاجستريك اسيديتي الي يصبح في الوصيفيكس ان هي كمان لما يخبرنا انها يحبون من الاستمك انه يتلعي على الاصوفيكس فاول ما الاصوفيكس يحس بهذا فيحفظ السليبري جلندس ان هي طلعة في مئة كبيرة من الصلاب فالصلابه تقول جاي يسحى على الاصوفيكس مع عدلة الاصيديتي اللي زادت في دي تمام فهي بالتالي بتحافظ عليه وميحصلش في ايه التهب تمام يا بيلي ان هي بتنترولايز الجسري كاسيدي وبالتالي بتحمي اللور اصف جسوروم ايه ريفلاكس اصف جايتس بعد كده عندي بتعمل كمان ايه اورال هالجين بتحافظ على نظافة الفم ازاي بقى عن طريق ان الصلايبا بيكون لها دور مهم في كيبنج هلسي اورال تيشو عن طريق ان هي بتعمل بص لصلايبا دي كده انها بتغسل الفم كده تمام يعني بكون فيه بوايا اكل او اي حاجة في طول ما هي بتزور كده في الفم فهي بتغسله بتشيل كل باوا الاكل الموجودة فيه ايه بكترية او اي حاجة من دي بتعمل ايه ووشنج او ايه زي بصوشينج بكترية اندي زافوت ديبرس ده بيحافظ على ايه على الماوس تمام وكمان بيكون فيها صاوص هينيت ونجز الزوم وانين جنوبي لن ايه ليها بردو بكتيروسايد وبكتيري استاتيك افكت يعني ليها تأثير على البكترية بش موت البكترية تمام ويكون في كمان جروس هرمون وي فاكتور تانية بتساعد على رابد ريجينيريشن وريبير اوف الدامج ديبسيليام والأورال ارثر يعني في عندي اي اورال ارثر مثلا في الفم او في حصل اي جزء من الابيسيليام اللي موجود في الفم ده حصل فيه دامج وكده فهي بتساعد على الهيلينج بتاعه فيها جروس هرمونز بتساعد عن ان يحصل الهيلينج اللي ايه للألثرز او الدامج ده تمام وكمان بتشتغل كده يليش الميديا يعني مثلا انا قلت حاجة زبايس شوية او كده فهي بت ايه بتقلل اليريتشن بتاعه وكمان بتكولنج ال ايه الهوت فودي يعني اذا كانت قتل سخنة او حاجة فهي بتبرده تمام يبقى هي كمان دي وظيفتها الطبعة لأورال حاجين وكمان احنا قلنا بتحافظ على الهيل سي تيس عن طريق ايه بقى عن طريق ان احنا شرحناها عن طريق البوفرنج افكت بتاعها وكمان بيكون فيها بورلين ريتش بورتين برضو بيحمي الاسنان وكمان بتطلع فولورايد فولورايد ده برضو مهم لأيه لالتيس هالس تمام مهم برضو للاسنان بعد كده عندي بتساعد في عملية الهضم احنا قلنا ان فيها ايه الفا اميليز انزيم اللي هو الطايلين ده بيينشيط الديسر في الايه الاستورش في الماوس تمام يعني بيحولها مبلي سكريد ايضاي سكريد تمام وبعد كده الاستورش دي هتروح يكمل الهضم بيكتمل هالاض uyدي متاع في الايه في الاستومك ولكن انا عندي الاستومك ام عندي الطايلين انزيم ده بيقدرش يشتغل في الاستومك ليه لائني مجرد ما بيوصل للاستومك بيحصلوا الانبيشم بالاسلي تيالعالية بتاعت الاستومك تمام كمان هي بتطلع ايه الااويد تمام اي اا وتíemونت ما يعمل المركり والليد وكمان بتخرجهم في الايه حيث وكمان هي عليها ادور Georgian يعطي لي مسئولة عن الإحساس بلايه بالسيرس هي مسئولة عن إحساس بالعطش ¿ تمام؟ مسئولة الصوارة diasticse thank自己 عند المش тво عل Ś اية عندي بيتحكم فيها اتنين i Aha وهزن夠 وق الأول sempa satik وهجزوده مع اختلاف نوع secretation sale عند pese سمبساتيك انيربيشن اف السليبري جلاند. عندي البار سمبساتيك انيربيشن للسليبري جلاند. هو عبرها عن ايه? اه ده جزء يطور اناتهم شوية. بس هنقول. عندنا الساب منديبولار جلاند والسابلينج والجلاند اللي كنين بيتغزوا بالكردة تنباناي برانش بتاع الفيشال نيرف اللي هو نيرف رقم سبعة. وبيقولي ان البريج انجليونيك فايبرز بتخرج من السبيلور السليبري نيوكليوس اللي موجودة في اللوار بونز وبتريليف الايه في الايه بتروح تغزي الصادoglyبولار بيتغزه بايه? اوتونوموك فايبر جلهس الفارينجيال نيرف. استية موجود لحالقة الفارينجيولي الصادوية اللي 같습니다. بيقول ان يحصله عن طريق ايه? عن طريق التست السميولاي التست السميولاي التست السميولاي فروم الايه الطانج والماموس والفرنكس ايه مجرد من الاكل مسلا بيجي على اللسان او بيبقى موجود في الفم او يوصل الفرنكس فبيحصل السميولايشن الايه بالساليوري سنترز وبيتزود بزيد كمية اللي صريبة. وكمال لو جايله من الهيل سنتر زي مجرد ما اننا بكون باقيه بحكر مسلا في الاكل انا اجعان شوية فاحد بفكر انا او مجرد ما شميت ريحة اكل مسلا فبرضو بيحصل ده بيعمل وكمان بيحصل له جاية من الاستمك او الحالات لو كان فيه يعني لو حالة زرد الاسيديتي وكده بيحصل برضو ده بيعمل زرد الاسيديتي اوي في الاستمك او زادت فيه وده برضو بيعمل عشان يزود كمية الصلايفة وتروح تعادل الاسيديتي العالية اوي دي تمام? وبعد كده بيقل لي ان ده بيشرح لي المصهور يعني بتاع بتاع النيربات اللي بتغذي ما بيقولني العلية الساب vaan أنفشال نيرف يتلع من الكردة Woltsam storinganeion ويتلع منها بلستبلي anyways هنا امّ حاجة عهادة أنه بيتغزج بالبردي tenpuraib وعندي يقولونี่ 비를ければ الاول tiếngan بيتلع منها بتغزى invent childhood pta أمّا حاجة عهادة أنه تعرف أنnea بتلتغز احمي بالجلوسفارينجيل اللي هو تسعة كرينيال ايه النيرب اللي هو النيرب ورقم تسعة تمام? بعد كده عندي السيمبساتيك انيربشن ده كده كان البور سيمبساتيك تابل السيمبساتيك انيربشن بقى بيجليها من? بيجي لها من اللاترال هورنسيل اللي موجودة في القبر تو سوراسك سيجيمنتس اوفل سباينال ايه كورن. تمام? بتروح تريلي في السيبيريو سيربايكار جانجيليون وهيطلع منها بوسط جانجيليون اللي هتروح تغزي الجيلاند وخاصة هنلصاب منديبولر ايه جيلاند. ايه بقى تأثير ايه نيربشن? عندي يبارة سيمبساتيك سابلاي والسيمبساتيك سابلاي. البره سيمبساتيك احنا قلنا الاثنين بيزاوده مع اختلاف الكوانتوتي والكوانتوتي بتاعت السيكريشن. اختلاف الكمية والتركيز اللي موجود فيه. عندي بيقولي ان البره سيمبساتيك هتستموليك تروس ساليبري ايه سيكريشن. which is large انيبوليا. large انيبوليا ما بيكون وطري. ويتش انيبري اميليز. ويكون غني كمان بالسوديوم والكلوريد. ويبور اني البوتاسيوم والايه والبيكارب. يعني ده الكاركترز بتاعت السيكريشنز اللي هايزيد لما انت تأثير البره سيمبساتيك. هتزود السيكريشن. هتطلع كمية كبيرة من السيكريشن. خصائصها ايه انه هيكون وطري. وغني به السيكريشنز انزيم. وغني بالسوديوم والكلوريد. ونسبة البوتاسيوم والبيكارب فيه قليلة. لكن هتزوده برضو بس هايبقى بتاعها سيك شوية. تمام? بيقول لي بتزوده او بس بتزوده بكمية قليلة. فلي بيطلع سيكريشنز تكون كمية قليلة ولكن غني بالايه. بيكون اسمه لكنه بيكون بسكت سيك. تمام? ويبور اني الالكترولايتس. تمام? يعني هو بيكون سميك. ويكون النسبة الالكتراريس في قليلة الوالسوديوم والكلوريد البوتاسيوم يبكر بتكون نسبة وفيه قليلة. ويكون غني بالايه بالمويسين. تمام? فبيبقى لازك كده شوية. بيبقى لازك. فادي الوقت. تحت اثير السمبستاتك. فانا ممكن احس ان بقي الفم بتاعي ناشف. تمام? ولكن هو مش بيكون ناشف ولا جاف ولا حاجة. لا. هو فيه سلايفا موجودة فعلا. بس السلايفا سك. بتكون سك وما بيكونش فيها الكتروليل كتير. وما بيكونش فيها مسلا. ما بتكونش وطري. تمام? السمبستاتك. التأثير السمبستاتك بيفسد تحت تأثيري بقى بيفسد لما بيفسد في المي بسل يا لسل. الرين والد الاسينية تسكوينزة فيسكت ايه صلايفا. بيقولين ان السكريشن زاوفي الصلايفا بيس كنترول ده باي اوتونيوميك نرفيسرو وكونديشن ده وان كونديشن ده رفليكس. عندي حكتين كمان اسمهم الكونديشن ده رفليكس. تمام? عندي الان كونديشن ده ده يعني يعني يسموه كده غير مشروط يعني مش لازم اكون متعلم حاجة تمام? يعني مسلا لو طفله صغير مجرد ما حطيته الاكل ايه? اه لو جرد ما الاكل وصل للفم بتاعه فالصليفة هتتفرس تمام? لكن مسلا عندي طفل صغير مش قادر مش هيقدر مسلا لما يشن ريشت حاجة معينة فيعرف ان دي ريحة اكلة معينة تمام? ولا يقدر برضي واحد يفكر مسلا ويتخيل اكلة معينة على حكس اه فده اه فالطفل الصغير بقى ده ما يعرفش هي من ده بيحصل في كل الاعمار سواء طفل او كبير او اي حد تمام? ده بيحصل عنده اللي هو بيحصل من جرد ما الاكل دخل بو الفم تمام? لكن ده بيسموه كده مشروط يعني لازم يكون واحد كبير وفاهم فاهم مسلا اللي انا شميته ده ريحة اكلة تمام? انا بفكر مسلا في اكلة معينة تمام? فده بيزود عني رزبة الصلاة فده بيسموه بيقولي ان ده عبارة عن ايه? عن تمام? يعني بيحصل في الاطفال في الكبار في كله مش محتاج ان انا كن متعلم حاجة ويحصل هو بيحصل غير في الماوز اسطنا مجرد بالاكلة دخل ايه الموس. الافرنت بتاعه هو الكوردة تنباني ويه الجلوسوفارينجي النيرف ويه البيكوس نيرف. طب السنتر بتاعه موجود فين في السيبير والانفيرير وساليبري ايه نيوكليوس تمام? ويه الافرنت بتاعه هو النيرف ورقم سبعة وتسعة ويه سمبساتيك نيربس. الافيكتور ايه الارجن بقى لايتأثر هو الساليبري جلاند والريزبونس بتاعه طبعا هيزود الايه لساليبري سيكريشنز. طبعا عندي بقى الكونديشن ده لازم نكون متعلمه تمام? لازم نكون واحد فاهم وعارفه. اللي هو بيبقى ايه 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 وبيحتاج كبان سيربرال كورتكس تمام? عشانه اللي يحصل منه الاستجابة. الاستميراس بتاعه مجرد ما انا ايه صايت شفت الاكل او سميرنج شميت ريحته او هيرنج تمام? او سينكينج وفوض او فكرت في الاكل. طب الريسيبتورز بتاعت الريفليكس موجودة فين? هي بتاعي. الافرنت بتاعي موجود في الاوبتك والايداتري والايفاكتوري ايه نيربس. الاوبتك عشان لو شفت الاكل. اويداتري لو سمعت مسلا صوت حاجة او صوت الاكل هو بيتجهز او الفاكتوري نيربس تمام? اللي هو اللي هو شميت. طب الموجود فيه برضو هو نفس اللي هو رقم سبعة وتسعة والسماساتي. طب الريس بونس هو آآ برضو هتزيد. ماشي? عندي بقى هنتكلم عن تمام? ايه هي بقى عملية الايه? يعني عملية المضب. اليوم مجرد ما الاكل دخل جوه الفم. هيبدأ يحصل. هعمل ايه? هامضغ بقى هامضغ الاكل. تمام? هي عبارة عن تمام? يعني هي اعمالية بيحصل فيها تكسير. دي القطع الاكتراس اللي كانت كبيرة شوية. دي احصل لا تكسير وتتحاول ايه? دي كتها اصغر شوية والعملية دي بتحصل في الايه? في الفم. تمام? طيب ده موجود في الايه? في البونز. عرض ان اسنتر بتاعه موجود في البونز. طيب ايه هو بقى? بيحصل ازاي? احنا قلنا هو ازا اولا بيحصل في الايه في الفم. من قرد ان الطعام دقل جوه الفم فابدأ ترسل عملية الايه? دي يقول لي بيعمل في الايه؟ جو هي اللى رفعه. تمام? مجرد ما حصل فيها انهيبيشن فنور جو بيبدأ ايه? يوقع. تمام? فمجرد ما اللور جو قع فده يعمل للي مصر. اعمل للمصر لزياني بتاعة اللور جو. فتقوم جاية ايه? المصر دي يحصل فيها من ترفع ايه? مرة تانية. وتفضل العملية دي تتكرر وتتكرر. يعني اللور جو يحصل انهيبيشن للمصر في النور جو يوقع. فبالتالي يعمل مصر. تمام? فتقوم جاية رفعه مرة تانية. تمام? وهكذا العملية دي تتكرر حد ما منه كل قطع الاكل اللي موجودة في الفم تتحول لالقطع اصغر تمام ويقول لان احصل دروب في اللور جو وزيز دروب انشيات وفي الجو ايه ماصر وبعد كده بعد ما يحصل الاستميليش هنحصل في الجو ماصر وبعد كده اه بعد ما حصلها هتعمل في الجو في اللور جو وهيحصل كلوجر للايه للتيس تمام اللور جو هلترفع كده الاسنان هتقفل على بعضها والفود جوه الفم هيت ايه هيتضغط تمام وبعد كده يحصل تاني وعلى كزا العملية تبدأ تتكرر بعد حد ما الاكل كله ايه يتمضغ تمام عندي بقى عن فاكرة عملية المضغ دي مهمة اوي مهمة في ايه بقى بيقول لي هي اول حاجة هي في الفود بريك داون هي اول حاجة طبعا اول عملية بيبدأ بها ايه تكسير اه طعمها او تفتيته يعني اول حاجة اه طبعا اقول لما الاكل اللي بيتقل الفم فطبعا بتبقى ايه القطع الاكل كبيرة شوية لا هي بتمسكها بقى تفتيتها تمام وتزودها وتزود مساحة اه سطح الاكل المعارضة للانزيمات دي فتسهل عملية ايه الهضم فبالتالي بتسهل عملية الهضم اكتر وكمان بتعمل سوفتنج الفود وبتحوله ليه ليه سايز ايزي تو بي اسواله تمام يعني طبعا انا لو كان في مسلا من قطعة اكل كبيرة شوية فانا طبعا بعد ايه بعد اما ضغها شوية وفتتها وجده هتحول لقطعة اصغر هتسهل عليها عملية الهيه البلع يبدأ دروقتي يالها دورين بتسهل الهضم وتسهل البلع وكمان تمام ويه كمان بتقلاو الفود واستيميلات وكمان عملية المطقة دي هي اللي بتزود ايه بتزود طبعا السليفر سكريشن زي احنا قلنين هي مهمة جدا عشان باضطر الاكل وتسهل عملية البلع ويه بتسهل كمان الحضم لاني بيطلع فيها انزيمات ايه انزيمات حضم وكمان قلاو الفود واستيميلات زي زي ستجف تمام يعني كمان قطع بالاكل دي ملا تفتت وتروح بقى تستبط وتشغلها بتعملها وكده تبدأ يحس بايه بطعم الاكل وابدأ يعني ايه استمتع بطعم الاكل اللي انا باكله هو ده المقصود بال بعد كده عندي بقى طبعا بعد ما وضغط الاكل هتبدأ عملية الايه البلع تمام عندي اللي سواله بيقول لي هو عبارة عن ان الفود بقى بيعدي من الموس يروح للايه للسطمك ولكن عشان يعدي من الموس اللي السطمك هيمر على طريقين هيمر على الفرنكس والايه والقصوفيجس بيقول لي ان موجود في الايه في المضلق لكن المستكيشن سنتر رجب موجود في الايه في البونز تمام بيقول لي ان البروسس دي بتتقسم آآ عملية البلع دي وايه بتحصل على طهات مراحل عندنا اول حاجة البقى الفيز نعمل الشيس هنالي لعملية الايه اللي سواله اللي بتحصل على طهات المراحل عندنا البقى الفيز تمام والفرنجيا الفيز والقصوفيجيا الفيز عندي الملح العملية الوحيدة اللي هي فيه البقى الفيز ناني طول الاكل في الفم بتاهي انا متحكم فيه يام بلعه اول اتجاه وانا حر تمام انا اللي هتحكم من ايه لابلعه او لا لكن طوم الاكل عدة من الفم نخلع الفرنكس او على الاصفدس خلاص كده انا مش متحكم فيها خلاص هو كده نزل انا مش هقدر ايه هتحكم فيه اول حاجة عندي البقى الفيز البقى الفيز اللي هي 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 الوحيدة ال ايه بولانتري تمام المي كان اسم بتاعتها بيقول لي لما خلاص بقى ما كده هتطعم بقت جهزة اللي هتبلى هي بتروح عند الايه عند الباك بتاع الطانج تمام بايفولانتري اللي هي باكوارد باكوارد افزا طانج الجنس ازا هارد بلد زين اتسفرسد انتوزا اورو فانيكس بايزا كونتراكشن اوفو الميلو هيويد مصر يحنس دايه يليه خلاص بقى قطعة الطعام بقت بقت جهزة بقت جهزة اللي هتتبلى دلوقتي هتروح ليه هتوصل هتتبلى بقى ناحية الايه هتوصل للباك بتاع الطانج تمام عن طريق ان الطانج بيترفع من قدام فبيزق الاكل ناحية ايه ناحية الباك بتاع الطانج وبيحصل في الطانج الجنس الهارد بلد والطانج كده بيترفع الجنس الهارد بلد وبعد كده بيقوم الطعام رايح من الفم بقى بيروح للايه للايه للاورو فانيكس تمام عن طريق بيحصل كونتراكشن اللي بتحكم في العملياتك بيحصل كونتراكشن في الايه في الميلو هيويد مصر بعد كده الاكل بقى عدا دلوقتي من الباك الرقيقية هيو بقى الايه لالفرينيكست ده بقى الفرينجيل فز طبعا الفرينجيل فز طبعا تمام بطيحس النتيجة الايه dreams solamente ريفليكس تمام عندي اول حاجةiges بقى بتاع الفرينجيل Nós Shapn choose betweeniera وايه آه لفوم clearance بعد كده الريسيبترى زي رائحitte هي الريسيبتر بتاعتها موجودة في الفرينجيل عند بعد كده بتاعها هو آآ آآ والسنتر بتاعها يعني بعد كده هيوصل السنتر اللي هو بعد كده الاستجابة بدلت عن طريق اللي هو بتاعها في الرقم برضو ايه خمسة في النرفات رقم خمسة وتسعة وعشرة وتماشر بعد كده عندي بقى اللي هيحصل فيه الاستجابة هو المصل بتاعت تمام؟ الاستجابة عندي بتكون عبارة عن ايه؟ قبارها الاستجابة عندي بتبقى عبارة عن حاجتين بيحصل اللي هي موف منت كده بيحصل ايه موف منت كده بتبدأ يعني اللي هي ايه حركات كده نكبضاته مبساطة كده عشان تنقل ال ايه الفود من الفرنكس لل ايه للوصفجس وفي نفس الوقت مرضو بتحصل استجابة تانية ان هي بتبدأ اتفقل اي مصار تاني ممكن الاكل يرجع ايه منه ايه بقى هي الاستجابات المسؤولة عنينية تمنعني الاكل ده ان هو يرجع تاني فيه ان هو يرجع تاني يرجع من الفرنكس اللي هي عبارة عنينية بتقفل ايه النوز تمام؟ الاكل ممكن يرجع على ايه؟ عن نوز طبع عشان اقفل النوز بيحصل ايه؟ بيحصل للسفت بلد عشان تقفل نبسين للايه نيروس تمام؟ طبع عشان ممكن الاكل يرجع على الموس طبع عشان اقفله الموس هعمل ايه؟ يحصل في الطنج تمام؟ يحصل في الطنج ايه الهارد بلد تمام؟ فبتلا عليهabolicنا ويرجع في الايه في الموس عن طريق الهارسه الفيش ingl Chief ازاي حسار طيب الاكل ممكن يرجع فيين تاني ممكنと يرجع على Subs by بقى نفسها اللي ها تطرفع وهتتقدر بالايه بالايه بالايبي ابلوتس تمام؟ بيحصل عشان تقدر بالايه بالايب ابلوتس وتمنع الاكل اللي كانيرجع في الارنكس ايه تاني تمام؟ بيحصل كمان وبيحصل الهeverس بالله بيسموها هquarters قبلية تمام؟ بتبقى فضلة البسيطة خالص تمام؟ قراس اللى بالله بس تمام؟ يتوقف بها بيحصل اللى بيسموها decision ايه قبلية تمام؟ زى فارنجيا بريستلايتج موفمنت عشان تنقل الاكل بتبدأ فيه وبعد كده بتبدأ تنتقل من الصبير وبعد كده بتزفريد ايه العلونج زا فود زا掀 صبحت الز تمام يعني هي بتبدأ الاول في الصبير كولستكتور فرنج secondly يالمصل وبعد كده ببعد تتنقل ل emptile وبعد كده احد ما توصل الى حد ما توصل الطعام للأسوفيجس بيقول لي ان البرستاليتك موفمينت دي البروجر بتاعها بيزيد قوي وخاصة في المنطقة اللي هي ما بين الأسوفيجس والأسوفيجس عشان تبدأ تفتح الأبر أسوفيجس فالأكل عادي من الفرنكس يروح الأسوفيجس تمام بيقول لي ان هي بتزيد لحد حوالي مليميتر ميركري عندي بعد كده بقى بعد ما الاكل عادة من الفرنكس رحله الأسوفيجس هتبدأ عندي محلة اسمها الأسوفيجية الففيز ودي برضو امبولانتري يعني انا مش متحكين فيه تمام عندي بقى الأسوفيجية الفيز دي بتبدأ امتى بتبدأ والس ان الفود عادة من الفرنكس داخل الأسوفيجس دلوقتي خلاص الفود بقى عادة من الفرنكس خلاص ما بنيش خايفين ان يرجع تاني على النوز او الماوس او اليرانيكس فخلاص بعد ما كانوا مقفلين هيتفتحوا مرة تانية عادي خالص طوام من الاكل اللي يوصل للصفجس تمام لو البولس كانت لكويد فهي هتعدي من اللصفجس سهلة خالص هتعدي بقى لإيه مع الجرافتي تمام لكن لو كان بقى سيمي سولد هيا ناشى شوية لا هي هتعدي بقى هنحتاج بريستالياتيك موفمينت عشان تعديها من اللصفجس توصلها للسطومك نظر بيقولين عندي بقى الوسوفيجيال بريستاليسس عندي الوسوفيجيال بريستاليسس عندي وسكندري بريستاليسس عندي عبارة عن اللي كانت في الفرنكس تمام يعبارةForce يعني بحصل عشان تبدأ تزوء لأكل يوصل لحد طيب دلوقتي حصل البرامر بريستاليسز نقلت شوية من الاكل وصلتهم لحد الاستمك طيب في بواقق كده من الاكل مش هتتنقل هتفضل موجودة في الاكل لا انا عايزا الكل بقى انا مش هينفع عسيب ايه بواقق من الاكل في الاكل في الاكل للاستمك عشان يتهضم تمام بقى بالتالي بيحصل عندي حاجة اسمها الستاندري بريستاليسز متحصل امتى متحصل لو فيه بولاس از نود لابرد لو فيه مثلا اجزاء من الطعام موصلتش ماشي من البرامر بريستاليسز زاد ستند زا اصفجيال والزا سقول اصفجيال كونتينت ستريتش زا الاستمك سميم يعني بيفضل كده بواقي فهي بقى اللي بتيجي لسكندري بريستاليسز ديه تعمل الكباداته مبسطات تاني في الاستمك عشان توصل بواي الاكل دي للايه للاستمك بين ان البرستريتكويف بتكون رابط في الاور بارد ولكن بتكون اصفجيال في الاور بارد هيكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي من اسكليتا المصل. والميدل سرد بيتكون من ايه? من ميكسد مصل. يبقى عندي عبارة عن اسكليتا المصل واللور سرد عبارة عن اسموس مصل وفي النص بيكون اسكليتا لو ايه اسموس مصل اللي هي ميكسد مصل. تمام? بيقول ان هو بيطلع ميوكوس ولكن ده امالوش اي دزيستوب او ابزورفيتو ايه فانكشن. بعد كده عندي نوعين عندي قصدي اتنين الاسفنكتور. عندي ابر اصفجيل transformer��. وسن الوار هو الاهم لكن عندي برضو الابر مهم الابر اصفجيل transformer하다. بيعمل ايه? ان يقفل بين السوالوين؟ يعني بيكفل بيكفل الاسفنكتور بيكفل انا ببلع مجرد ما ايه? مجرد اثناء البناء تمام؟ فكل ما بلع مثلا جزء هكذا هو اق 재미 ايه؟ فالابر اصفجير Breaking pra African الده بيكفل. كان جزء من الاكل يعد يدخل الاستفاجي cosa وانا ببلع فالقوبة روسفجيالسفينكتر ده بيقفل على طول ليه؟ عشان يمنع أي إير مثلا يدخل يدخل وراء الأكل مثلا مثلا ما تنفس أو كده يمنع أي هو ROBERT يدخل جوه الأسوفيكتر لكن عندي الليور قالي هو الليور روسفجيالسفينكتر ده خلط لطول مقفوط نظر ان يكون مقفوط طول الوقت بلي ان الليور هو الأهم هو بيكون مقفول طول الوقت. تمام? يعني الابر اسفجيل بيكونش مقفول طول الوقت. وبيقفل بس ما بتوني الايه? الاسوالوينج. عشان بخطر يمنع الهوى يدخل ورا الاكل. تمام? لكن اللي هو الاسفجيل بيكون مقفول طول الوقت. معده وقت البلع بس بيفتح. تمام? ليه بيبقى مقفول طول الوقت? عشان يمنع طبعا هلقولنا اللي عندنا اللي هي بتكون فيها اسد كدير قوي. ولو فضل مفتوح هي الايه راجل علي الاسفجاسوى على الايه؟ بقى بيقولي انه هو بيكون مقفول طول الوقت عشان ايه يمنع ايه؟ بيقولي ايه ان البرزر رإليه يعني بيزيد اوي ااا inventى دورنج اليواري دورنج اليسوق دارجيشان. باي جاسترين الان موتايلين هرمون يعني بيقول لي ان التون بتاعه بيزيد قوي وبيبقى قافل جامد قوي اسناء عملية الهضم لان اسناء عملية الهضم هيطلع حرمون الهيه الجسترين والمطايلين عشان يهضمه تمام وبرضو هتزيد قوي في المعدة تمام فبالتالي هو بيبقى فالتون عليه بيزيد جامد قوي ويقفل خالص عشان يمنع اي جسترك جوس يرجع على الهيه يرجع على الاسوفيجوس تمام بيقل لي ان الور اسوفيجيالسفينكتون بيقل لي امتى بيقل لي تحت تأثير البارا سمبساتيك استيميليشا او اوقات ووقت البرجنانسي ولو مثلا الهرمون البرجسترون زياد ولو الشخص ده اوبيز ولو كان مثلا فاتي ميلز ولو حد مثلا بشرب اهوة كتير كوفي وشوكلت كمان بتقلل التون بتاعه والإيثانول تمام دولك ممكن يعمل ايه الحاجات دي كلها لما بتقلل التون بتاعه فهتسبب ايه هارت بيرن واسوفيجيالسوية بيبتك ألسر تمام ليه دي الحاجات دي هتعمل كده لاني لما عندي لما التون بتاعه هيزيد فبالتالي الجسترك اسيديتي بتاعته الجسترك جوس قصدي هترجع من المعدة هتطلع عليه لو هو التون بتاعه قليل فمسلا المعناها كده ان هو مش قافل قوي ان هو مفتوح سنة فبالتالي الجسترك جوس هيخرج من الاسطمك ويطلع على الايه على الانسوفيجيالسوية فهيسبب هارت بيرن وهيعمل في الاتهابة يسبب اصوفيجيالسوية وممكن كمان يسبب بيبتك ألسر اه كده الحمد لله خلصنا بس هنرجع سريحة كده على اللي احنا قلنا اه اتكلمنا ايه اتكلمنا ان احنا عندنا اه في البداية اتكلمنا عن السليبر جلاند وقلنا انه عندنا السليبر جلاند دي هاي اللي بيطلع على الصلايفة وعندنا قلنا تلاتة ميجور سليبر جلاند اللي هم عبارة على المبارد ودول سبلينجول طبعا وقلنا برضه عندنا جلاند الصغيرية كده متكون مجودة في البكة الكافتي بيسموها البكة الايه قلنا ان كل جلاند اه عبارة بتكون فيها اسيناي تمام الاسيناد دي هاي اللي مسؤولة على السكريشانز وعندنا السكريشانز اللي بتطلع من الاسيناي محتاجة توصل لبكة الكافتي هتوصل ازاي لازم انتعدي في طريق نسميه ايه الدكت ماذا كده قلنا الاسيناد دي فيها نوعين من الخليق ايما سيروس يا ايما ميوكوس السيروس اللي بتطلع عوطري ايه طيب قلنا بقى اه اتكلمنا كمان عن اه كل غده من دوله تطلع عد ايه قلنا ان المروروت بطلع عشين في المية وبيكون اه بتحتبع على سيروس الاسيناي معلها كده ان يبطلع وطري وطر السلايفا والسابمنديبل وربطلع سبعين في المية بيكون فيها سيروس وميوكاس اطلاطني فبتالي بتاعها يبقى سابلينج وقال بتطلع خمسة في المية وبردو بتاعها اللي يعني دي فيها سيروس والبقى الكلاندس بتطلع خمسة في المية بس من التوتل بتاعها بيبقى عشان فيها بس تمام? اتكلمنا عن حجم الصلايفا وقلنا انه حوالي آآ من الف الف وخمسين ميلي على حوالي واحد لتر تمام? حوالي واحد قلنا بتاعتها ايه? القالين وده مهم في صحة الاسنان والنصف جاسو شرحناها وكمان قلنا عن تركبها بقى ان هي فيها مياه بنسبة اآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ان هي الاسينوية بتطلع على السكريشنز تمام ولكن بتكون تركيز الايونات في السكريشنز دي هي نفس تركيزها في البلازمة في تبقى ايزوتونيك لكن بعد كده بيحصل عليها ايه تعديل في المرحلة التانية ولياسا كان درستيج دي بيحصل عليها تعديل في الضغط ان بيبدأ عندي احنا هنا بقى بيبدأ يهرمونه الالدستروني يشتغل فيعمل فيعمل ويعمل سكريشنز ليه البوتاسيوم ويهي البيكار بيدخلوا جوه ايه يدخلوا جوه السلايفا فيخلوها هيبو اوزموتيك تمام الهايبو اوزمولارتي بتاعت السلايفا دي قلنا دي من رحمة ربنا بينا عشان يحس بطعم الاكل لان هي لو كانت هيبو اوزموتيك كنت عال طول الوقت يحس بطعم مالح تمام مكنش يحس بطعم الاكل طيب قلنا ان السلايفا بتتأثر بحتين بتأثر الايونيك بتاعها بتأثر بحتين بتأثر بلالدستروني الهرموني وبالريد بتاع الايه السلايفر سيكريشن البقط احنا بقى شرحنا التركز بتاعه شرحنا التأثيره عليها ازاي وكمان السلايفر سيكريشنز تقلني ان هيا لما بتكون بيحصل بسرعة لم يعني الريد بتاعها بيكون عالي شوية فده ما بتديش فرصة كافية ان يحصل تبادل الايه للعينات وكده فبالتالي بتبقى نسبتهم بالتالي بتبقى نسبتهم بتبقى نسبتة السيوم ولكلوريض عالية وهي نسبة البوتاسيوم والباكار بايه قليلة تمام اتكلمنا عن الفانكشلز بتاعة الصرايفة وده اهم حاجة لاني يقولنا السهل ده اهتمال كبير قوي جريتن وكمان اني سيكو يعني هو مهم جدا ممكن تحفظوهم كده يعني تحفظوهم اللوجات مسلا بتيجي ان يمريد فممكن تحفظوهم من حينه وبعد كده عندي اللواء قلنا ان ليها ايه وشرحناهم وقلنا كمان ان هي ليها وظيفة عليها وليها مسؤولة عن القرون هايجين وبتحفظ على هيل ستيس وديجيشن وسيكريشن اف ايضايب والكسكريشن الهي في ميتلز ميركري وكمان تغربهم في الستول ومسؤولة عن الوطر جوليشن عن تري ان هي مسؤولة عن الاحساس بالسيرس تي ايه سينسيشن تمام قلنا الفانكشن بتاعة الاوتونوميك نيرفس وكده قلنا ان ليها سيمبستيك وبرر سيمبستيك والاتنين بيزودوا السكريشن قلنا الفانين بيزودوا الايه الجزء ده انتو بقى فانتو ممكن تبقى تكرقوه كده اما حاجة بس ان انتو تعرفوا ان هي ايه البرر سيمبستيك اللي بيغزيها اللي بيغزي هو بتتغزى عن طريق الكوردة تيمبانوي اللي جاي من الفشل نيرف طيب اللي هي بقى بتتغزى عن طريق اللي هي اللي جاي من التسعة كرينيا الايه نيرف والسيمبستيك انيرفشنز بتاعها قلنا وقلنا تأثير بقى الايه البرر سيمبستيك والسيمبستيك وكده احنا قلنا بس ان هم اللي جايين بيزودوا مع اختلاف الكوالاتي والكونتي بتاعت الايه السكريشنز تمام قلنا ان البرر سيمبستيك بتطلع سكريشنز بتكون اه كبيرة في الحجم بتكون وطري وبتكون اه غنية بيه السليفري والسوديوم والكلوريد والبيكاربو والايه والبوتاسيوم ولكن السيمبستيك بتاعتها بتبقى ايه بتبقى بسكد وبتبقى اه فقيرة في الالكترولايتس وغنية بيه المويسين تمام فبتديني احساس الجفاف شوية وقلنا بقى في عندنا وش رح نوم وعندنا بقى قلنا عملية الايه المضغة دي بتحصل اول ما الاكل بيدخل الفم اللي ده قلناه وقلنا طبعا ان عملية المضغة دي مهمة جدا ومعهمة يا ايه بتساعد في الهضم وبتساعد في البلع وكمان بتساعد دنيا تزود الايه الصلايفة والصلايفة طبعا برضو قلنا اني لها جزء دور كبير جدا في الهضم وكمان بتساعدني اني نحس بتعمل ايه الاكل وكده لان يبنتم بتفتت الاكل وبالتالي انا بتبدأ اتشغل لتستابط فبالتالي يبدأ احس بتعمل افل وبعد كده عملية البلع قلنا بتحصل مجرد من الاكل كالواص باقت مضغة وكده بعد الاني بتحصل عملية البلع بتحصل على تلات مراحل باكة الفيز وهي المرحلة المحيدة اللي انا اقدر اتحكي فيها لكن فايرينجيا والاوصوفيجيا اللي انا ما اقدرش اتحكم فيهم تمام؟ دي كلها حاجات بتصل عشان تبنى عن الفود ان هو يرجع من الفرنكس تاني ونقول لكم احنان هو ممكن يرجع عن نوز في النوز بتتقفل بالسوفت بلد والموز الطنجو بروحي يحصل له والرنكس كمان بتترفع وتتقفل بالايه بالايه بالجلوتس عند كده بيخصل بريستالاتيك موزمنت في الفرنكس نقلو عشان توصلون لايه للأصوفيغوس مجرد بقى من إن الأكل ايه وصل له الأصوفيغوس تمام؟ دي يبدأ يحصل عندي برده بريستالاتيك موزمنت في الأصوفيغوس عشان خطة توصله للايه للستمج تمام؟ قلنا عندنا برايمر دي عالية بطبقى جاية من الفرنكس البرستالاتيك موزمنت اللي كانت حصلة في الفرنكس بتكمل تاني في الأصوفيغوس وبتنقل جزء من الأكل ولكن في اجزاء تن بتفضل موجودة في الليسوفيجوس معلشان خطر انقلهم حامل ايه بيحصل حاجة اسمها عندي سكندري بريستاليتيك مومنت تمام بتبدأ تنقل بواية الاكل دي توصلها تاني لل ايه للسطمك تمام كلمنا عن الفيسيرجي بتاعه وقلنا كمان ان عندنا اتنين اتنين اسفنكتور الابر اسفنكتور والور اسفنكتور الابر اسفنكتور ده قلنا ان هو بيقفل من بتوين يعني وانا مبلع كده هو بعد مبلع على طول بيقوم جاي قافل قافل على طول عشان يمنع اي هوى او كده يدخل وراء الاكل لكن الور اسفنكتور قلنا ان ده اهم حاجة هو طول الوقت اصلا بيبقى مقفول بيبقى مقفول قوي علشان خاطر يمنع اي جستريك جوس ان هو يرجع تاني على الاسفنكتور ويعمل ايه تمام فده مهم قوي الور اسفنكتور ده بيقلني ان التوم بتاعه بيزيد اكتر كمان اسلقة عملية ال� phases هي الهضم لانا اسلقة عملية الهضمة بتبقى جميع س Hindش disturbance عالية جدا تمام فبالتالي هو بيبقى قافل قامد اوي في حيث اي جزء خالص من الجستريكتور gezس يرجع تانية على ever على الاسفنكتور تمام ليو ممكن يقل بايه ممكن يقل يعني يبقى قافل بس مش قافل او يعني يكون في جزء مينه سامح ان الاسفنكتور يصل منه ويطلع على ايه على قسوفانكتور زوج활 وتحب الاسفنكتور Lawrence بيت هرمون البروجسترون زادت او لو الشخص ده اوبيز او بيأكل مثلا فاتي ميلز او الناس مثلا بتشيرها بقهوة كتير او الشوكولت بيأكلها كتير روية برضو لو حد مثلا وتحت تأثير الاسانون ده برضو بيقلل ايه بيقلل التون بتاع الور اسوفيجي فبالتالي هيسمح ان الجسر جيوس يعدي من الستومك يطلع على الاسوفيجس ويعمل اسوفيجيتس وممكن يسبب هارت بيرن ويسبب بيبتك انصر كده الحمد لله خلصنا اتمنى تكون محاضرة خفيفة كده بازن الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته